هذا واحد من أشهر أودية محافظة شبوه وادي عبدان الذي كان يغذي أسواق المحافظة بنسبة كبيرة من المحاصيل الزراعية إلا أنه تعرض للجفاف في سنوات الماضية بعد تعطل عشرات الآبار في الوادي رزقنا في أرضنا تحت هذا العنوان ووفق رؤية متكاملة للعودة للزراعة في وادي عبدان المشهور تاريخيا بخصوبة أراضيه الزراعية الواسعة جاءت الفكرة بإقامة حواجز مائية لأجل عودة الحياة لهذا الوادي المهمل والعمل على معالجة المشاكل التي أدت إلى جفاف الحوض الجوفية من المياه من شح المياه نتيجة طراكين كانت موجودة في قاع الأرض وبعتبار ما فيش قيود هناك انزاعة التربة تماما نحن نحاول بهذا المشروع وإنه إيجاد نوع من التوازن القيود هي تعيد التربة أولا وتسمح بمرور السيول إلى باطل الأرض يرى أهل وادي عبدان أن الكنز المدفون هو الزراعة حيث قامت عليه في الأزمنة الغابرة وعلى هذه الأرض ممالك وحضارة تاريخية واليوم وفي زمن التطور والإنتاج عبر الطاقة الشمسية وضع أهل الوادي نصب أعينهم حزمة من المشاريع الزراعية النوعية المتمثلة بإقامة حواجز تحويلية تغذي المياه الجوفية التي اندثرت عبر استنزاف مستمر دون وضع حلول لتعوضها ونحن نتمنى إن شاء الله من دعم المنظمات وأهل الخير أن يقوموا في هذا المشروع لقول لها أهمية كبيرة لصالح الوادي وصالح المنطقة ككل أمام التدهر المعيشي للناس وتوسع ظاهرة البطالة فإن أحد أهم الحلول لهذه المعضلات هي العودة للزراعة وإقامة المشاريع الاستراتيجية التي لا تخدم الوادي فحسب بل المحافظة بأسرها صالح سالم قناة بلقيس من وادي عبدان شبوة ترجمة نانسي قنقر